الإسلاموفوبيا مفهون يعني حرفيا الخوف الجماعي المرضي من الإسلام والمسلمين إلا أنه في الواقع نوع من العنصرية قوامه جملة من الأفعال والمشاعر والأفكار النمطية المسبقة المعادية للإسلام والمسلمين يرجع مؤرخ الحقبة الاستعمارية أول استعمال لمفهوم الإسلاموفوبيا إلى بدايات القرن العشرين فقد استعمل علماء اجتماع فرنسيون هذا المفهوم لوصف رفض الإداريين الفرنسيين للمجتمعات المسلمات التي كانوا يتولون إدارة شؤونها في زمن الاحتلال والذي يفترض أن يتعايش معها ويندمج في أنساقها الاجتماعية نظرا لما تمليه المهام الإدارية والسياسية المسندة إليهم والواقع أن تلك الكراهية مصدرها عنصري بالدرجة الأولى ثم ثقافي ونفسي مرده إلى الخطاب الاستعماري الجاهل بالإسلام والمسلمين بحكم ريادة الحضارة العربية الإسلامية للعالم في القرون الوسطى يرى جزء آخر من علماء الاجتماع واللسانيات أن الإسلاموفوبيا ازدهرت كمفهوم مع قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 إذ استخدم هذا المفهوم وروج له من قبل مرجعيات دينية شيعية محافظة لفرد ارتداء الحجاب فوصم بمعادات الإسلام أو الإسلاموفوبيا كل من يعارض فرض الحجاب في الأماكن العامة كما وصمت به النساء الرافضات ارتداء الحجاب لدوافع ثقافية أو اجتماعية ازدهر مفهوم الإسلاموفوبيا في مطلع العقد الأول من الألفية الثالثة وتحديدا إثر هجمات 11 سبتمبر 2001 والتي وقعت في الولايات المتحدة وتبناها تنظيم القاعدة أحدثت هذه الهجمات تحولا نوعيا في واقع العلاقات الدولية واحتل أثرها بلدان إسلاميان مثل العراق وأفغانستان وقد أعاد ذلك طرح إشكالية المواجهة بين الإسلام والغرب التي بشر بها عدد من المفكرين الغربيين المتصهينين منذ نهاية الحرب الباردة إذ روجوا لبروز الإسلام باعتباره عدوا جديدا للغرب بدلا عن الشيوعية وروج بعضهم لفكرة انتهاء الخطر الأحمر الشيوعي وبروز الخطر الأخضر الإسلامي في عام 2005 دخل مفهوم الإسلاموفوبيا إلى المعاجم الفرنسية والذي عرف الإسلاموفوبيا كالتالي شكل خاص من الحقد موجه ضد الإسلام والمسلمين يتجلى في أفعال عدائية وتمييز عنصري ضد المهاجرين المنحدرين من أصول مغاربية يبدو التداخل جليا بين المشاعر العنصرية ضد العرب والأمازيغ وكراهية الإسلام ويحيل هذا المعطى على الربط الآلي بين الانتماء العرقي والانتماء الديني فالمنحدر من شمال إفريقيا مربوط بالإسلام عضويا مع أن فئات من هذه المجموعات المهاجرة ليست متدينة بل نشأت وتربت في بيئات بعيدة عن التدين عمة وعن الإسلام خاصة نما مع ظهور الإسلاموفوبيا خطاب سياسي يميني متطرف يسعى بشكل حثيث إلى استثمار الوضع الدولي المترتب على هجمات الحادية عشر من سبتمبر والواقع الاجتماعي في الغرب وما يميزه من مشاكل الهوية والاندماج بالنسبة للمسلمين والعرب وفي ضوء هذه العوامل نشأ شعور عنصري مناوء للمسلمين والعرب وللإسلام أذكاه الجهل المستحكم بالإسلام لدى فئات واسعة من المجتمعات الغربية وخطاب محرض لدى بعض وسائل الإعلام وآخر متهافت وجاهل بالإسلام لدى أكثر المنابر الإعلامية اعتدالا سعت الأحزاب اليمينية المتشددة والشعبوية إلى استثمار المناف اللاحق على هجمات أحد عشر سبتمبر في تكريس الخوف من الإسلام والمسلمين وتوظيفه لغايات انتخابية فظهرت شعارات منها أسلمة أوروبا والتهديد الإسلامي الخفي وغير ذلك من الشعارات التي وفرت لليمين المتطرف خطابا مسموعا عوضه عن ضعف خطابه السياسي ومحدودية البدائل الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها تجلت نتائج هذا الخطاب في تنامي الأعمال العدائية ضد المسلمين والعرب وفي حق المساجد ومقابر المسلمين التي تعرضت للتدميس في أكثر من مناسبة كما ظهرت مجموعات من شبان اليمين تعتدي بشكل منظم ومنهجي على المسلمين في شوارع وأزقة المدن الأوروبية كلما سنحت لها سامحة وأججت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2007 موجة الكراهية ضد المسلمين وبات اليمين المتطرف يروج لفكرة ظالمة نفادها أن الهجرات القادمة من شمال إفريقيا والشرق الأوسط هي سبب الأزمة وأن هؤلاء المهاجرين باتوا يزاحمون الأوروبيين الأصليين في الحصول على فرص ويكلفون الميزانية العمومية نفقات باهظة وفي نفس الوقت يبنون مستقبلهم في بلدانهم الأصلية ومع موجات اللجوء الكبرى القادمة من سوريا والعراق عام 2016 ازدهر خطاب الكراهية من جديد وكشفت قرارات بعض الدول بإغلاق حدودها مع اليونان ودول البلقان نزعة دفينة للشعور القومي الذي سبق له أن جر على أوروبا ويلات لا تخصى وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر البلدان التي تشهد جرائم كراهية ضد المسلمين وقد ذكر مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي في 2017 أن نسبة تلك الجرائم شهدت ارتفاعا بنسبة 67% مشيرا إلى أن عدد المجموعات المعادية للمسلمين في تزايد وخلصت دراسة أجراها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى أن عدد الاعتداءات على المسلمين في 2016 تجاوز ألفي اعتداء مقابل 1400 اعتداء سنة 2015 وقد انتقد أعضاء في الكندرس ولايات عدة عن عدم إبلاغ الأرقام الحقيقية لجرائم الكراهية التي قد تصل إلى ثلاثين ضعفا لما هو مبلغ عنها انتشرت أيضا ظاهرة الإسلاموفوبيا بسرعة في البلدان الأوروبية وباتت أخبار الاعتداء على المسلمين تأتي من معظم العواصم الأوروبية حيث شهدت العاصمة البريطانية لندن في نيسان 2017 اعتداء على امرأة محجبة تم انزالها من حافلة نقل عنوى كما تعرضت عدة نساء محجبات لاعتداءات مشابهة عام 2016 في لندن وتضمنت الاعتداءات أعمال ضرب في الشارع وإزالة للحجاب وذكر بيان لجمعية مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا أن البلاد شهدت عام 2016 حدوث 419 جريمة تمييز و39 جريمة مضايقة وتحرش و25 هجوما و98 خطابا يحض على الكراهية والاعتداء على المباني الدينية وشهدت بلدة هينا بوموت شمالي فرنسا في 30 مايو 2017 اعتداء شخص على امرأة كانت تجلس في حديقة عامة وتضمن الاعتداء إزالة الحجاب وضرب المرأة على رأسها وفي نفس العام شن أحد المتطرفين هجوما على منزل فرنسي مسلم يدعى محمد المعقولي وقال له أنا ربك قبل أن ينقض عليه ويطعنه 17 مرة أمام زوجته وفي النمسا سجلت أحداث الاعتداءات النابعة عن كراهية الإسلام زيادة بنسبة 65% حيث تعرض المسلمون هناك لاعتداءات أثرت على حياتهم اليومية وفي سبتمبر 2016 شهدت العاصمة النمساوية اعتداء مواطن نمساوي على مواطنة نمساوية من أصل تركي حيث اعتدى المواطن النمساوي عليها بالضرب ونزع الخمار عن رأسها تتابع هذه الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون ليس من الممكن أن تكون عبارة عن أحداث فردية فيما أشار المركز الاستشاري للمسلمين في النمسا في تقرير نشره حول العنصرية المرتكبة ضد المسلمين عام 2016 أن نسبة الهجمات ضد المسلمين زادت في ذلك العام بنسبة 65% إلى ذلك شكل قرار محكمة العبل الأوروبية حول منع ارتداء الحجاب في أماكن العمل أرضية تمهد لإزدياد نسبة الهجمات المعادية للإسلام وأضاف تقرير المركز الاستشاري للمسلمين في النمسا أن نسبة الهجمات كانت ترتفع دوما قبيل الانتخابات في الدول الأوروبية